السرطان مرض العصر من منكم لم يتوفى له فرد من أفراد عائلته؟ أحد من الجيران أو من المعارف بسبب هذا المرض؟ فقد أزهق أرواح 10 ملايين شخص تقريبا في عام 2020 حسب منظمة الصحة العالمية لهذا تابعوا معي حتى تعرفوا أهم أسباب مرض السرطان السلام عليكم مرحبا بكم أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة سنتعرف معا عن أسباب لمرض السرطان ربما لم تسمعوا بها قبلا التوتر المزمن قد يؤدي التوتر المزمن إلى الإصابة بمرض السرطان لأنه يستطيع التوتر تنشيط بعض الجينات التي تزيد خطر الإصابة به كما يحفز التوتر المزمن الكورتزول الذي يعطل الجهاز المناعي لأنه يجعله عديم الفاعلية وإن تعطلت آلية الدفاع هذه فسيكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالسرطان الوحدة والعزلة الاجتماعية الوحدة والعزلة الاجتماعية قد تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض في أحد التقارير قورنت الوحدة بالتدخين والسمنة من حيث عوامل الخطر فالشخص المنعزل عن الناس تتأثر مشاعره سلبا الصدمات النفسية المفاجئة الصدمات النفسية المفاجئة التي تفقد للإنسان توازن نظامه الداخلي فتسبب له مجموعة من الأمراض ومن بينها مرض السرطان الاكتئاب لأن الاكتئاب يأتي نتيجة توطر وقلق شديدين وقد تحدثنا عنه سابقا فهو عامل مساعد الإصابة بمرض السرطان قلة النوم قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالسرطان فقلة النوم ترفع من نسبة التوتر الحقول الكهرومغناطيسية الحقول الكهرومغناطيسية الناتج عن الهواتف التي تضعونها قريبة من الرأس وكذلك الحواسيب والأسلاك لها الكهربائية فهذه الحقول قد تؤدي إلى السرطان لهذا أنصحكم بالتحدث عبر الهاتف وهي بعيدة باللجوء إلى مكبر الصوت أو السماعات لهذا لتجنب وتقي نفسك من هذا المرض المميت واجه التوتر والقلق عن طريق ممارسة الرياضة والتمرن والمشي في الطبيعة تناول الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات خالط الناس وساعدهم وتبرع للفقراء كل هذا يساعد في خفض التوتر ابتعد عن مشاهدة النشارات الإخبارية أو مرافقة الأشخاص السامين وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى لا يفوتك المزيد من مقاطع فيديو من أجل سلامتك وصحتك ودمتم بخير